بيان جمهوري عاجل من الرئيس السيسي بشكل الأسعار والتنفيذ فورا الرئيس السيسي كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعمل مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية في مصر بعد ارتفاعها الكبير في الفترة الأخيرة عقد مدبولي اجتماع كبير في العاصمة الإدارية الجديدة مع كبار مصنعيه ومنتجيه وموردي السلع الغذائية زي السكر والحبوب والرز والأمح والطحينة والمكارونة والشاي والألبان والجبنة والسمنة والزبدة واللحوم والزيوت كمان السلع الهندسية والإلكترونيات وممثليه كبريات السلاسل التجارية اللي بيمثلوا أكتر من 70% من حجم السوق في بداية اللقاء رحب مدبولي بالحضور وقدم لهم التهنئة في شهر رمضان وقال إن الحكومة كانت حريصة في ظل الأزمة اللي مرت بها مصر على مسندة القطاع الخاص والسلاسل التجارية أكد إيمانه بآليات السوق الحر وتقديره للظروف اللي مر بيها هذا القطاع مدبولي أشري لأن التحدي الكبير اللي كان مطروحا في لقاءاته مع المنتجين والتجار هو توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توفر العملة الصعبة وتزبز بسعر الدولار لكن تم حل هذه المشكلة بفضل الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الدولة تحدث بعض التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية في اللقاء قال سيف الدين عابد ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية أنهم خفضوا الأسعار ما بين 25 و 30% للمنتجات الخاصة بشركتهم زي العتس اللي انخفض سعره من أكتر من 65 جنيه حوالي 48 جنيه والفول اللي انخفض سعره من 38 جنيه ل 27 جنيه وكمان انخفضت أسعار الرز وذلك في سوق الجملة أضاف عابد أن شركته رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي اللي بيوصل للمستهلك في إشارة للمنافذ الصغيرة اللي بيتعامل معها المستهلكون وجه مدبولي بضرورة الوصول لتجار التجزئة اللي بيتعامله مع المستهلك مباشرة وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية لأن بعض التجار بيحافظوا على السعر مرتفعا رغم انخفاضه في سوق الجملة مدبولي أكد على أن دور الدولة في الفترة الحالية بيستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية اللي بيتم أخيرا قال أحمد رحيم المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطين للتجزئة أنهم ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار مخفضة للشركات الموردة لهم بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروع كارفور بدون أي انتظار على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيود يبقى ننتظر ونشوف تأثير هذه المبادرة على أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة ونأمل أن يشعر المواطن بالفرق في أقرب وقت إن شاء الله أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وياريت تكتبو لنا لو في منطقتكم وتكتبو لنا المنطقة اللي أنتو فيها الأسعار نزلت فيها ولا لأ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ترجمة نانسي قنقر